خلينا أقول لتشكيل فريق نادي الأهل النهاردة نتابعنا وصلنا في حراس المرمى محمد الشناوي من يمين الشمال محمد هاني أحمد فتحي رامي ربيع علي معلول وفي خط الوسط حسام عشور وعمر الصلية أمامهم صالح جمعة وجونير أجايه وحمودي وفي المقدمة وليد أزر ده تشكيل كابتن وليد كابتن ربيع كابتن سمير ممكن أنت مش عارفين بقى هل هاني هو اللي هيبقى في جزئية السرد باك ولا أحمد فتحي يعني مش عارفين لسا على الملعب هيكون عامل أظن محمد هاني ما الساك أظن يعني برضو في الآخر هو كابتن حسام أضرى بس أنا يعني رؤيتي الفنية إن أنا يعني محمد هاني بقاله فترة ما بلعبش أنا هبقى ضربت مركزين بمركز لا أنا أحمد فتحي يلعب في مكانه اللي هو بيلعب فيه وبيعرف يغطي بشكل كواس قوي واستخدم محمد هاني كاسرد باك بس هنشوف الكابتن هي الفكرة إن أنا خدت أحمد فتحي واحد خدت علي معلول اتنين خدت حسام عشور تلاتة خدت من تاني أربع أجايه يعني أربع أوراق مهمة جدا في تيم النادي الأهلي بتدخل تأول فرق وده اللي إحنا أولا لو نجينا قارناه كابتن وليد بالتشكيل المباراة الأولى فهو مختلف تماما يعني هنلاقي أجايه مثلا هو اللي موجود عشور مكانش موجود السلية كان موجود رامي ربيعة وكريم ندفد كريم ندفد كم موجودين طيب هقوله تاني مرة تشكيل تاني مرة كابتن ربيعة وناخد رأي حتى فيه أنتوا كابتنين كمونة وأيضا كابتن وليد في حراس المر محمد الشناوي من يمين الشمال حتى الآن يعني على الورق محمد هاني أحمد فتحي رامي ربيعة علي معلول وفي خط وسط حسام عشور وعمر السلية أمامهم صالح جمعة وجنر أجايه وحمودي وفيه الأمام وليد أزارو ده تشكيل فريق النادي الأهلي لمواجهة طبعا الفيصالي الأردني في مباراة قبل النهاية كابتن ربيعة لو عندك تحديث طبعا أنا قلت مبارح يعني أنا حطت التشكيل من مبارح نفس الحمد لله لأنا قلته قلت من ثلاثة ثلاث لعيبة ممكن كابتن حسام يضيفه وقلنا في حالة عدم وجود نجيب يبقى هاني أو فتح فتحي أو هاني فهو لعب فتحي وقلت فتحي يلعب طبعا في الرايت ومعلول غالي بس هو اللي أنا حطيته مع عشور وضع حسام غالي عنده حاجة النهاردة كان بيغمرنت إلى حد ما طبعا حسام غالي كابتن وقايدة محمد وبيعمل شغل وبيعمل ترابط وله دور كبير جدا في القيادة الفنية خلال أحداث المباراة إذا كانت بالسلبة أو الإجابة فده دورهم جدا فعده موجود يبقى السلية على طول بس سلية وعشور وزي ما قلت حمود زي ما قلت وحطيت صالح مبارا قلت ده لازم يتحط رقم واحد ويبقى بره فعلا وقال جاية طبعا ده موجود على طول وقال زاره يعني تشكيل وقلت الشناوي يبتدي بشناوي لأن الشناوي عمل شخراس جدا عمل بطولة كويسة صحيح ويبقى عندي اتنين أسود شريف اكرامي يرجع براحته ويرجع بعد أجازته ويبقى الحمد لله عندي تشكيلة مثالية وعندي تيم تاني الحمد لله جاهز لأي ظرف فالتشكيل ده هو التشكيل المسالي التشكيل اللي يقدر بقى من الله تعالى يشتغل به كابتن حسان 4 2 3 1 الجانب الجوانب بقى الفنية لنتكلم فيها أعتقد أن التشكيل ده بمفضل الله يعني تشكيل مثالي وهو كويس وإن شاء الله ربناك من نبي النهار ده اختلاف تشكيل كابتن وليد كابتن سمير في المباراة الأولى للمباراة الثانية ده يدل على حاجة طب فضل كابتن وليد يدل طبعا مليون في المية أنت كان فيه أوراق يعني الكابتن حسان كان بيلعب مثلا بميدو جابر وآجاييه كريم نتفل تحت عمر جمال أنت النهار ده بترجع لنقاط مهمة جدا حمودي وصالح السنائي اللي تكلمنا عليه قبل كده كلما بيلعب جنب ضعب بيقدي بشكل كويس قوي بترجع لفكرة أن صالح جمعة أجبرك أنه هو ما بقاش بديل لعبدالله السعيد لا تقدر تعتمد عليه بشكل كمان يفوق التوقعات يعني حتى في ظن وجود عبدالله وممكن بلغة الكرة فاي أكيد هيبقى قاعد احتياطي أعرفش اللي احتياطي معاك ولا لسه مجردش كبس لكن وجود عبدالله السعيد حتى وهو بلغة الكرة كده فاي صالح جمعة في حالة تسمح له أنه يبتدي أي مباراة وليد أزارو بيحافظ على مكانه كرأس حربة محطة جونيور أجايي يعني تلاتة بيلعبوا على طول والاتنين اللي تحتيهم كمان بيلعبوا على طول المفروض ان احنا قولنا حسام عشور والسولية هما الاتنين الأساسيين كاتفندر للنادي لها فيش وقت لغبطة في خط الدفاع بس الله يكون فعون كابتن حسام البدري غزبا عننا حجازي خلاص احترف إصابة لنجيب إصابة لسعد سمير فأنت تلات سردباكات من أصل أربعة مش موجودين فبالتالي غزبا عنك بتحتفظ برامي الوحيد وتحاول توفق تجيب بقى محمد هاني أو لو جاء اللعب أحمد فتح زي ما أنت بتقول ومحمد هاني باك رايت لكن في الآخر تشكيل متناسق فيه بيضم ما بين الخبرة والشباب حفظ الكابتن حسام البدري على الأطراف بشكل كواس قوي لو هو أحمد فتحي وعلي معلول يبقى هو حفظ على الاتنين الخبرة نجم منتخب تونس ونجم منتخب مصر على الأطراف بيرعبوا في مكانهم قدامهم اتنين حفظين المكان بشكل كواس قوي حسام عشور وعمر السولية